في حلقة جديدة من الأبطال زي ما عودناكم كل يوم حد وأربع بالساعة وبالدياب يكون معاكم من 8 إلى 9 ونص عشان نتناول كل الأخبار الأخرى داخل جدران النادي الأهلي محليا وأيضا عالميا والحقيقة قبل ما روح طبعا لحلقتنا وأخبارنا اللي معنا النهاردة أخبار كتير سواء المستوى المحلي أو العالمي الحقيقة فيه خبر أنا كنت قريته كده الحقيقة استوقفني كتير الخبر إنه خلينا أقول لي عنوان كده أو العمر مجرد رقم بجد ده مش هزار يعني إحنا شفنا الدولة المصرية مهتمة قد إيه مهتمة بشكل يعني غير ما سبق إن الشعب كله يمارس الرياضة وإن الشعب كله يهتم بصحته ويهتم بوزنه وشايفين كل ده توجيهات من القادة السياسية إن الشعب لازم يرجع يمارس الرياضة مش يهتم بأخبار الرياضة بس لا يمارس الرياضة الحقيقة فيه خبرين أنا قريتهم الحقيقة أثبتوا لي صحة هذا الكلام كابتن عصام ناصر ده سباح مصري عمره 86 سنة سباح عمره كام؟ يا كابتن هيسم عمره 86 سنة حصل على برونزية العالم بطولة العالم صرته معنا على الشاشة برونزية بطولة العالم للأسادزة 800 متر عارفين يعني إيه 800 متر؟ يعني 800 متر ده في ناس أصلاً ما بتمشوهمش مش بتعوهمهم 800 متر في كندا في 2017 كابتن عصام ناصر مصري نفس عقليتنا نفس تفكيرنا نفس الكاليتشار بتاعنا مش هنقول بقى يعني جايبين حد من بره ما بلوكوش ده حد في أمريكا فهنقول ده يعني مرفه أو حد في أوروبا مصري زي وزينا شرب ميتنا وأكل أكلنا 86 سنة ما شاء الله 2017 برونزية بطولة العالم 800 متر مش 50 متر 800 متر طب الخبر الثاني كابتن خميس العدوي سباح مصري أيضاً عمره قديه 74 سنة أخذ برونزية بطولة العالم للأسادزة للسباحة 3 كيلو متر عم صرته معنا على الشاشة 3 كيلو متر سباحة اللي هو أصلاً يعني فيه ناس في مصر واخدتهم مشي هتتعب طب أنا يعني يعني بجد الخبر ده لو عدنا فكرنا فيه فعلاً إحنا نقدر لو بالأكل الصحيح وبالرياضة تقدر لغاية سن 86 سنة توصل لبطولة العالم بطولة الأسادزة وبيشارك فيها كل جنسيات العالم يبقى عندنا بطل 86 سنة وبطل 74 سنة بيقف على منصات التتويج وهم بالأعمار دي يبقى توجهات الدولة صح يبقى اللي إحنا بنقوله وبنعيده ومنزيده إن الرياضة لازم الشعب المصري يمارس الرياضة ويهتم بيها مش بس يكون بيهتم بأخبارها لا يهتم بالرياضة الحقيقة كان خبر لازم نعلق عليه ونوقف عشان دير سالة بنوجهها لكل شعب مصر إن لازم ممارسة الرياضة مش قادر تروح تقوم اتمشى مش قادر تتمشى اركب عجل مش قادر تركب عجل انزل اتمشى حولين بيتك يعني الموضوع مش صعب بس لازم نهتم بالرياضة إن في الآخر ده هينعاكس على الدولة وهينعاكس على الاقتصاد المصري كله خلينا نروح لأخبارنا وزي ما عودناكم دايما بيكون أول خبر معناها كرة اليد